كانت مريضة شوية بعد ما توفت في رابع يوم جنازة فميلتها يجوا للدار ويقولوا بوش را وجدي دوزانك باش تخرجي وين نخرج راح ينبيعوا الدار راح ينبيعوا الدار و شوفيتي وين تروحي خلاصتك اللي كنا مخلينها في الدار توفت ما عندك الحق ما عندك ما تقدري تورثي ما تقدري حتى حاجة يعني في هذوك مين رحتي بعدها قاعدت في هذيك الدار أشهر ما قاعدتي؟ أشهر قاعدت بلك خمس شهر ولا ست شهر ويش صرارك في هذوك خمس شهر؟ المشاكل ومنتمنى وحتى واحد يصرالوا يفوت وش فوت حكينا شوي تفاصيل بعرضت للحقرة للضرب المشاكل يجوا الناس يطبطبوا عليها في الدار يصوتي ومسطح من الفوق تسرقت بلوز يغفوا سرقوا لي دوزين مدار بلوز يغفوا ما نقدرش نخرج بره باش نشري كانوا يخوفو فيك العائلة على الواليدة ديالك كانوا يخوفوك باش انتي وحدك تخرجي مدار كانوا يحاوزوا فيك بطريقة غير مباشرة او مباشرة حتى تفضلي على خطر انا ما حبيتش نخرج ما عنديش وين نروح قلت لهم على الاقل اطلوني وقت باش ان مع الباليش نشوف خدمة ندبر كيفاش نكري ولا نشوف وين نروح ما عنديش ما عندي هما عائلة ماما ما قبلونيش وحاوزوني مدار دونك وين راح نروح نروح للشارع شارع راح يرحم طفلة وحدها وش راح يصرا لي النهاية تاعي وش راح تكون ثمه ما خرجتش قاعد في الدار ما المشاكل قاعدوا هكاك ما يعني ما خرجتش للشارع بصح المشاكل تاع الشارع جاوني حتى الباب الدار قلت لك ما نقدرش مام باش نخرج نشري الخبز باش ناكل ما مستحيل نخرج نخاف كش ما يديرولي يضربوني برا في الطريق قلت لك انو يبعتولك ناس يدخلوا ليك للدار يهددوك ويضربوك هاد الحاجة اللي عشتيها مدد خمس شهر كي قصرنا كي حكينا في الكواليس بشرا قلت لي بلي كنت نخاف قعد خمس شهر ما نرقدش نقعد خايفة كش واحد يدخل فكنت تقعد يتعسي مدد خمس شهر نقعد في السطح نعس وحدك؟ واكرمكم الله كات عندي ربي تكلبه لكي تتعاونك في الحماية كنت نعيط لالا بوليس بلوزيار فوار يعني كي يدخلوا ولا كي يسوطيوا ولا كي يجيوا يحكي واسيوا في الباب ولله نعيط لالا بوليس هم لالا بوليسي الامن ممكن انو يحتر بسح ما يقدرش يحضر علي ما يقدرش يحضر دايمن جوستمو ايه حضروا خطرازوش ثلاثة وبعد كي شفوا بليل حالة بزاف اكيد كيف يفهموا القصة ايضا يعني الامر يبقى امر قانوني بعدها بعد خمس شهر خرجتي من المنزل خرجت ايه كيفش حتى خرجتي من الضغوطات هذو كل مشاكل ومن الخوف اهم حاجة الخوف لحقت القراية وكانت سبيل الوحيد التاعي اني نروح للا سيتي للجامعة نقرأ ونقعد في لا سيتي قعد في لا سيتي من هذاك الوقت ليومينا هذو انا مزلني في لا سيتي انا في 2019 ونتي قاعدة في الايقامة الجامعية ايه اول يوم اللي خرجتي منه من اللي خرجتي من المنزل بعد خمس شهر تتفكري وكأنك تجبدي حاجة من داخلك تحطيها على جيها وتروحي تشوفي تشوفي البلاسة الوحيدة اللي كبرتي فيها والبلاسة الوحيدة اللي تتربطك بالانسان الوحيد اللي تقبلك في الدنيا وكبرك وحماك ورفدك ووصلك للعمور اللي راكي فيه وشوفي انك راح تتخلي على قاع هذوك الذكريات على قاع وش وش عشتي راح تتخلي على حياتك وتروحي على حياتك مجهولة ما على بلك شوش فيها انتي قلتي باللي خرجتي من عند الانسان الوحيدة اللي تقبلاتك ورباتك انا اقول لك باللي مستحيل انه هي صح هي الانسان الوحيدة اللي جابتك في عمرك في عمرك 8 لكن ماشي الانسان الوحيدة اللي قبلاتك انتي مسؤوليتنا كامل وانتي اختنا وبنتنا كامل بشرة لازم تعرفي انه مراكيش وحدك احنا المجتمع الجزائري معروف انه في مثل هاد المواقف انه وقفوا كامل يد واحدة حتى ولو صروا لك بزاف مشاكل بعد ما خرجتي حتى ولو كاي الناس اللي حبوا يستغلوك كاي الناس حابين يستفزوك كاي الناس اللي غيروا منك كاي الناس اللي حابين يعني لما نذكر التفاصيل لكن اكيد كما تلقيتي ناس مش ملاح تلقيتي ناس اللي عاونوك